سرقة الجوامع في محافظة ديالة ليس عنوانا لجذب المشاهدات بل حقيقة صادمة إذ لم تسلم بيوت الله من ظاهرة السرقة على يد عصابات الجريمة المنظمة ظاهرة حركت التساؤلات عن المنفذين والإجراءات الأمنية بملاحقتهم اليوم جاءنا موضوع يعني بغاية الخطورة يعني اليوم تنسرق يعني صندوق الزكاة من المساجد يعني وصلت الجريمة المنظمة لهالحد زين وين الكاميرات المنظمة وين منظمة الاتصالات الحديثة وين مثلا الحراس وين هذا الكم الهائل من حماية المنشآت يعني هذه وصلت الحالة إلى بيوت الله يعني عفنا الدنيا كلها نجي نسرق مال الله يعني وين رح نوصل فهمونا فهمونا ورح نوصل وطالب مواطنون الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دور العبادة ومنع من يريد إثارة الفوضى وأرباك الوضع الأمني من خلال عمليات السرقة هذا الموضوع خطر كل شيء يعني خطر أكثر من أن نتصور هذا ندل على شيء يدل بأن الجريمة المنظمة بدأت تشتغل بديالة يعني باطر عقب باطر نحن ما رح نمين على بيوتنا ذاه وأبيت الله قاعد نسرق أطهر مكان اللي هو أماكن المقدسة هذه هي الناس اللي تصدق بيها هي الناس اللي تزكي أموالها بيها وهذه الأماكن قاعدة تنسرق فنحن نطالب من القوات الأمنية يعني جوان ما بيهن كاميرات أو ما بيهن حراس أو شلون قاعدين سرقاً ومن وخلف هذا الموضوع هذا الموضوع مو موضوع شخص أشخاص أو أشخاص جايين من الشارع يسرقون ويروحون هذا يعني خطة مدبر لها ويعني عادين العدة لها والله هي حيرة يعني ومشاء الله أقفصني وخصص حمايات وحراسات تتعرس المسجد وشفتات مسائية ليلية وأيضاً موجود ومعززيها بشرطة شرطة حماية منشيئات وقاعدين باب نشوف شنو السبب هل يا ترى منهم الحامية حراميها لو ماكوا سيطرة الوقف الصيني ما نعزز المساجد بالكاميرات ما نعززها بالحماية والحراسة تعتبر ظاهرة سرقة دور العبادة في مناطق مختلفة من المحافظة ورقة لضرب النسيج المجتمعي إذ تقف خلفها جهات تعمل لمصالحها وتخدم أجنداتها الخاصة بحسب مراقبين ظاهرة استدعت فتح تحقيق شامل بحوادث السرقة لبيوت الله وردع المتورطين في سبيل الحفاظ على التعايش السلمي في ديالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر